خبر حصري محدش يعرفه في مصر كلها ياريت خبر حصري قميص أبيض الموسم القادم لا ياريت خبر حصري يعني حضرتك كلنا مجمعين ان كولر تفوق او كان افضل من فريرا في هذه المباراة وفريرا عنده اخطاء لكن هل حد يقدر يقول ان فريرا مدرب مش جايت او مدرب مش كويس وهل حد يقدر يطلق اطلاق خالص ان كولر هو المدرب الافضل في تاريخ الاهلي والكلام ده لا تستطيع التحكم عليه هو قاد الاهلي في خمس مباراة ماشي بشكل جيد لكن عنده اختبارات حقيقية كبيرة جاية دوري مصري طويل دوري ارطال منافسات عتبافيه اقوى كاس مصر لكن في المباراة دي هو اجاد واجاد بشكل كويس جدا وقدر يوظف لعبته في توقيت صعب جدا وضغوط كبيرة جدا على فرقة النادي الاهلي بعد اخسار الدوري وكاس اقضهم وقضهم بطريقة مميزة جدا وقدر يسيطر على عناصر القوة في المنافسة في المقابل فريرة ادار مباراة بتشكيل من البداية كان فيه خطأ تغييرات عليها على مدس فهم كبيرة جدا طوال المباراة من بداية من تغيير سيد عبدالله نمار وعمر جابر يجي على الشمال يعني ده معناها ان انت مش مجاهز بك شمال بديل يعني عندك اتنين عب شافي وعبدالله جمعة مش مجهزهم يعني هل هم مصابين طب انت وخدهم ليه هل هم مش جاهزين بدنين طب انت بتعمل ليه من اول الموس انت معرض وخاصة وانه بالفتوح قبل ما يسافر وعنده الكادم او عنده بشتكم الاصابة دي فده لكن هل نقدر نطلق ان ده مدرب جيد ومدرب عالمي عشان كسب مباراة او كسب بطولة مدرش نقول كده لكن هو مدرب كويس قدر مباراة وهل نقدر نقول على فرير انه مدرب مش جيد لا طبعا مدرش نقلل منه ها اخطأ في هذه المباراة او ها يعني المباراة دي كان لم يوفق لم يوفق فيها اضافة ان اللعبته وبرده كانت بعيدة كتير عن مستوى كل ده او الدوافع كتاكتر عند اللعبة الاهلي كل كلام ده كلام منطقي لك